فام سيادة المطران يوسف متى مطران أبرشية عكا وحيفا والناصرة وسائر الجليل للروم الملكين الكاثوليك بزيارة إلى مكتب فضائية نورسات في عمان حيث التقت دكتورة باسم السمعان المديرة الإقليمية للفضائية في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين والتي بدورها قدمت شرحاً وافياً عن مهام هذا المكتب وتغطياته الإخبارية لمجمل الأنشطة الكنيسية في المنطقة وقد أعرب سيادته عن سعادته بهذه الزيارة واستعداد الأبرشية للتعاون مع نورسات بما يخدم عموم الرعاية في الأراضي المقدسة من هذا المقر نورسات الأردن التي هي همزة وصل بين الأراضي المقدسة والوطن العربي زيارتي فيها هدفين الهدف الأول استراحة بعد عمل شاق وطويل في الأبرشية وأيضاً لمشاركة مجموعة شباب وصبايا مع راهبات من منطقة الجليل يلي عملوا مخيم صيفي لمدة عشر تيام في رعية الزرقة الشمالية والجنوبية فكنا حاضرين معاهن تابعنا نشاطهن زرنا أكم من بيت تعرفنا على الشبيب شجعناهن فهذه كانت واحدة من الأهداف يلي نحن اليوم موجودين هنا في الأردن وطبعاً الهدف كمان التالت يلي كان خلينا أقول طي الكتمان هو أن نتعرف أكثر على نورسات الأردن على أمل أن يكون هناك تعاون في المستقبل بين نورسات الأردن ونورسات بشكل عام مع أرض الجليل أرض المقدسة هذا المقدس يقول أن الله محبة والله هو أب للجميع فذا لم نعيش المحبة بين كل فئات المجتمع وأيضاً مع المؤسسات نكون بشكل من الأشكال نخالف وصية الله الذي أمرنا أحب بعضكم بعضاً أحب حتى أعداءكم أحب حتى الذين يضطهدونكم فهذه الرسالة السماوية نحن مسؤولين عنها مسؤولين أنه نعطيها للآخرين مسؤولين أنه نبشر فيها من خلال عملنا قولنا كل ما هناك إمكانية لأن تكون هذه المحبة قائمة في العلاقات الاجتماعية الأخوية الإنسانية التي تجمعنا مع كل فئات المجتمع طبعاً نحن نحاول قدر الإمكان أن نعطي رسالة المحبة من خلال تعاوننا مع المؤسسات الاجتماعية من كل الفئات ومن كل الأديان لنقدر فعلاً نوقف أمام تحديات المجتمع يلي كل المجتمع عم بيعاني منها إن كان الآفات الخطيرة يلي عم تدخل على مجتمعنا العنف المخدرات كل هذه الأمور لابتعاد عن خلينا نقول هالروح الروح يلي هي الروح الإنسانية الروح المحبة الروح التعاون عشان نقدر نرجع للطريق الصحيح فنحن بهذه المسؤولية عم من خلال تعاملنا مع الآخرين من خلال تعاملنا مع المؤسسات عم نعكس هذا الشيء وعم نطالب لأنه نحن بحاجة للمطالبة بحقوقنا إن كان كأبناء كنيسية وإن كان كأبناء مجتمع أو مواطنين بحاجة أن نطالب بحقوقنا يلي مرت كتير لم ولن تعطى لنا وإن شاء الله نقدر من خلال وجودنا هون من خلال تعاوننا هون إنه نعطي هاي البشارة كمان أيضا مش فقط للأردن لأراضي المقدسة وإنما لكل الوطن العربي ونكون شهود حقيقية لمحبة ربنا في حيانا